وفي مجلة آخر ساعة المصرية نشرت صور كثير من المتحجبات وهذه ظاهرة هناك الآن ولكن كتب تحتها ظاهرة الحجاب لماذا وعلق عليها الدكتور أحمد سلمي الحجاب لا وجود له في الإسلام وبالمناسبة لقد كسب الكلام والجدال حول الحجاب وأن المفروض أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء وعندما أقول لهم حديث ابنهم مكتوم أو عميوان أنتماء يقول إنه حديث الرسول لأسماء حديث صحيح نرجو الإفادة الشافية حيث أن الأخوة السائرين المختلفين موجودين هنا وسكرا أقول لهم كذلك الحجاب إما جاهب إما مكامب يقول الله جل وعادي حجاب وإذا سأتوهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم هكذا في الآية سفية بصورة الأحجاب ويقول سبحانه وتعالى في صورة النور وقل لك يغبون من أصارهن فيحب الله خروجهم وليبذن سنتهن لإما ظهر منها وليضربن في خروجهن على جنوبهن وليبذن سنتهن لأنه يبع له فيهن أو أبائهن أو أبائهن أو أبائهن ورسينا الآية ضي سبحانه وتعالى أن المساء عليهن رض الأفصار وعليهن حف الهرود وعليهن لذين ذياتهن ليلة والملابس الظاهرة جن عينا من مدلت الزينة فقال ظلت ذياتهن لولدهن أو أبعين أحد فتن ناديك على وجه الحجار وأن الزينة تجب أن تسر والوجه والشعور والبدن وكله محاسب أكله زينة يجب أن تسر وأما حالف أسماء إلى المسير الإسلام وتعلقه بعض الناس هو أن أسماء ببكر فأخذت على أختها عائشة والنبي حال الله عز وجل السلام وعالها في أبو الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن مرر الأبلاغ المعين لا يصبح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه فهو حجم لا يصبح النبي صلى الله عليه وسلم والتعلقوا يتعلقوا بالبعض فوحجم الله أبو داول بإسناد منقطع عن عائشة وبإسناد ضعيف وقال لهم قطعون ورعيف وقال لهم جهة المقطاعة وقال لهم جهة بعض المواكس ووحجم الله صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب الحجاب صريح نعلم الله فيه الآيات وأمر مرأة الحجاب هذا لو صح لكان قبل الحجاب ولكنه غير صحيح فإنه BouhaibHS بسعيد البكير عن كتادة عن خالد بلدريف عن عائشة وسعيد البكير لا يحتجب رعيف لهواية ولا يحتجب دعواته ولا ياتيد وقتادة عن خالد وعنعا وهو مزلت ولا يحتجب دعواته لعنعا وطالب من قطعه لا بأسه لكن وليس من عائل لن يلطع عائل لا يسمع هذا حد منها فهو من قطع بين خالد وعائل وضعهم من جهة جواب سائل البشير وضعهم من جهة أساس فلن تقصد أنه ضعهم من جهة ثلاث من علم ثلاث حلة واحد سائل وحلة ثلاث وحلة تضعيه بين خالد وعائل وضعهم وضعهم ثلاث لا يحفظهم ولا يتعلق عليه وقال فرنا أنه صحيح وجاء بيثانه صحيح مكان هذا قبل أن يأتي الحجاب وقبل أن يفعل الحجاب كان النساء يقلسوا مع الحجاب وهمكشفوا الرجوع يتحدثون معهم ثم وعند الله الحجاب أمروا بالسكر بعد ذلك كما جاءت سكنة بالذلك قالت عيسى لله عنها ثم سمعت صوتها صوتها المعطل لم يرى عليها ويخلفها وقبل أن يرى عليها قالت سمعته يقول إِنْ إِسْتَرْبِ عِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَذْرَبُ لَمَّا رَآهَا فَلَمَّا سَمِعْتُهُ خَمَّرْتُ الْوَدْهِي وَكَانَ قَدْ رَآنَ قَدْ رَآنَ قَدْ رَآنَ قَدْ حِجَابِ فَأَعْرَهَا ومقصوداً هذا تبين لنا أنه كان قبل الحجاب يكشفون ودوها ويكشفونها فلما جاء الحجاب تكروا ودوها فقالت الحجر الوهب وخال نسل الصريحين عن عيسى رضي الله عنها أنها قالت إِنْ هُرْآنِ قَدْ حِجَابِ فَلَمَّا سَمِعْتُ خَوْطَهُ خَمَّرْتُ الْوَدْهِ